بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئيسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الليواء دروس الزبيدي مقال مبعوث الأمريكي إلى اليمن تيملي الدرينجا ما خاطر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وأباب المندب والسلوك القرصن الذي تمارسه الميليسيا المدعومة من إيران ضد السفن التجاري المر في الخط الملاحي الدولي وخلال اللقاء جدد الليواء الزبيدي إدانة المجلس الانتقالي الجنوبي لتلك السلوكيادة الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية وتعرض الأمن والأمن السلم في المنطقة للخطرة منوها إلى أن تلك الممارسات العدائية تمثل تهديدا مباشر للأمن الغذائي في بلادنا وتضاعف من تدعيات الأزمة الإنسانية كما بحثا لغالية مواجهة التصعيد الحوثي وسبل توسيع التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الأمن البحري وحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندبة وبهذا السياق أكد الزبيدي جاهزية المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية للعب دورا محوري في تأمين الممر الدولي جنبا إلى جنبا مع الشركاء الإغليمين والدوليين وفي سياق منفصل استعرض الجانبان المجدات المتعلقة بالعملية السياسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة